طبعا أنت غير انتقلت إلى أدب الرحلات نعم هذه كانت غيرة من أنيس منصور مثلا؟ لا لا أدب الرحلات شوف أنا من يوم ما كنت طالب صغير في تدائي كنت أفرد خريطة خريطة العالم مسطحة وقيس المسافات بالمصطرة بين المدن وأحلم أني أقدر يوم الأيام أوصل لها المدن ويوم ما جاءت الدراهم قررت أني أزور كل الدول العالم فبديت بأوروبا غطيت كلها تقريبا بعدين آسيا كلها أمريكا الجنوبية زرت فيها أكثر الولدان شهرة الأرجنتين و تشيلي و بنيزويلا البرازيل ما رحت لنا يقولون خطرة في أفريقيا رحت بعض الدول وطبعا مات أفريقيا لأنها فيها فلتان أمني معظم الدول الأفريقية أنا رحت للجزء الشرقي كينيا و تنزانيا و زمبابوي و جنوب أفريقيا بعدين ألفت كتاب عن رحلاتي اسم الكتاب عشرون عاما من الترحال بس الكتاب هذا يعني حطيت فيه المفارقات مو كتاب أصور المدن لزرتها أو أتكلم عنها بس المفارقات اللي صارت لي في كل دولة من الدول هذه الكتاب يعني ما حد اهتم فيه إلى أن جاء يوم و جاني أخ من اسم الله يذكر بالخير عبد الله الحامد كان يعمل ماجستير في جامعة الملك سعود في الرياض و كان مختار الكتاب يعمل عليه رسالة الماجستير في أدب الرحلات و فعلا أخذ المكتبة الخليجية تعاني من شح في موضوع أدب الرحلات أدب الرحلات نعم بس فيه الآن فيه ناس بدأوا يهتمون بهالمجال يعني أنا من الصغر قلت لك عن هذه سالفة المدرسة و قياس المدن بس بعدين أنا أثرت فيه شخصيتين أو كتابين أنيس منصور كتابة حول العالم في حول العالم أظن في مئة يوم أو لا أعتقد المهم هذا كتاب الشهير عن رحلات و أنا قرأته بشغف و لكن بعدين بعد ما رجعت أقرأ الكتاب حصلت فيه كثير من المبالغات بيني وبينك مدن اللي أنا شفتها و مصورها بطريقة أخرى فيها مبالغات غريبة بعدين في كتاب ألفه واحد أديب سعودي أظن محمد فدعق من جدة رحلاتي للشرق الأقصى وهذا تثر فيني كثير فيه اليوم أخرى واحد من الشباب الجيد محمد الشبل ألف أيضا كتاب جميل في أدب الرحلات و ناوي يكمل يواصل في المجال